وقسموا بالله العظيم يالحبسي مانشد في عامنا وقسموا بالله العظيم وخايدي يالمالك عفو ملكي وطهي مانخرش ياه والسلام لأخوتي كاملين فالفيديو بريد ندوي على محمد بودوح والمشكل اللي وقع عليه وأسباب العتقال ديره ولكن قبل ما ندوي وندخل الصلب الموضوع شكونا دي محمد بودوح وعلاش تعتاقل محمد بودوح أو محمد بن عمر بودوح أو لقب الشهرة اللي تعرف به مول الحانوش هو ابن عسكري من مدينة الخميساج الوالد دياله عمر بودوح دو سنين وعشرين سنة في سجن البوليزاريو بعد ما كان كيدافع لهذا البلاد لكن للآسف الصالير اللي كان كيوصل لعائلة دياله هو في البوليزاريو 9000 ريال وهاتش اللي ما خلاش ولادو يقرأ ويش علمو في المداري صبح لهم بحل أي واحد من أبناء الشعب ولكن الظروف المادية ما سمحاتش لهم وخرجوا يضربوا تيامارا وهو مصغر لكن هاتشي كامل ماشي هو السبب اللي خلى محمد بودوح أو مول الحانوش يفقد تيقف كل شي فبعد ما خرج الوالد دياله من بوليزاريو ورجع للبلاد القولة دو في حالة مزرية مقرأ وما تعلمو ومن هنا قرر يكري لهم وحد المقهى فلوس اللي خرجت ليه عن شاوية جبر الضرار من عن شي شخص عنده نفوذ كبيرة في هات البلاد ولحد الآن القادية غدا مزيلا لكن بعد فترة كبيرة هاتشخص ملمقها قرر يخرجهم بأي طريقة ارسل ليهم عصابة باش مخلاش نودر باش يخرجهم وباش ياخدوا حقهم من هاتشخص كانت عندهم شيقة كبيرة في القانون بعشي برأن هات البلاد الحق والقانون ولكن للأسف بلاد الحق والقانون غير بروتوكول حيط القوي كي يكون ضعيف وهاتش اللي يوقع لمحمد بودوح أو مول الحانوش فباش ياخد حقه من هاتشخص قرر يرفع عليه دواء قدائية لكن للأسف ديما فيما كي يرفع شي دواء بحال إيه لكي تكبل ما في الرملة لكن محمد بودوح بقامة فائل وما استسلمش لات الشخص بعد الاستمرار دياله وعدم الاستسلام خلوه يفقد تيقى شوية بشوية وبالخصوص منين كي يشوف الوالد دياله وكي يقمعوه أصحاب السلطة قدام عينيه هو ما عارو شنو يدير معاهم مخلفين وصل مع الأب دياله وأي مؤسسة قدائية كي يلتاج إليه كي القلبه بمزدود فوجه هو الوالد دياله وخي هاتش يبقى صابر وعنده أمال يكون شي حل لكن بعد ما عارض الأب دياله بالسكر ولا هو اللي واقف في بلاسته ومن هنا قد يتغير نظرة دياله القادة ومن بعد ما تعرض للظلم من طرف مول المقهى كان عنده أمال كبير ياخد حقه منه لكن أي مؤسسة كي يبغير فعلها الدعوة ضدك السيد كالطرف الطالب دياله ومعروف السبب حيث السيد عنده نفود ومن بعد ما قطع لياس دياله في المؤسسات القادية سواء في المدينة اللي كيعيش فيه أو اللي هي الخميسات أو حتى في العاصمة الإدارية اللي هي الرباط فقد تيقف جميع المؤسسات القادية حيث تضلم ومخداش الحق دياله وأي باب كي يلتاج إليه كي يقمعوه ويسدوه في وجهه هذا الشي اللي خلاه يحقد على القانون حيث كي يبغير القوى كي يكون ضعيف ومن بعد ما كان محقور مطرف مول المقهى بوحده ولا محقور حتى من القادة اللي كانت عنده تيقى كبيرة فيه باش يعتوه حقه لكن تجري الرياح بمالات الشاي السوفون ومن هنا مولحان وشفكر مزيان بعد ما تعرض للظلم والحقرة حتى واحد مسمع ليه قرر يناشد صاحب الجلالة باش ياخد ليه حقه فالطاغية وخمس سنوات هو أمام برلامان وكيناشد لمالك وحتى واحد ما وصل ليه صوته لصاحب الجلالة للأسف من بعد ما فقد محمد بودوح أو مولحانه تيقى في جميع المؤسسات القادائية بقى عنده آمل واحد من بعض الله وهو أنه يلتجئ المؤسسات الحكيمة واللي هي المؤسسة الملكية باش تاخد ليه حقه منها تسيد وترجع ليهم العتيبر والتيقة اللي فقدوا في المؤسسات القادائية كاملة وتنسيهم في الظلم والحقرة والقمع اللي تعرضوا لي من طرف أصحاب السلطة ولكن لا حياة اللي مانتو نادي حتى واحد ما اسمع ليه صوته أو لا حتى استقبله حتى من المؤسسة الملكية ما اسمعت ليه صوته وغطاته حقه وهذا الشي اللي خلاه يحس بالظلم والحقرة ويحس براسه لاجئ في بلاده ما عنده لا حق لهم يهزانون وهذا الشي اللي خلاه يحقد على النظام كامل ويعتبر النظام فاسد وزاد الحق دياله من بعد ما توفى الأب دياله بالسكر والأعصاب اللي هو ما اعتبرهم هو السبب الوفاة دياله هاد الأشخاص اللي ظلموه من الفاين عباد الله الى حد اليوم اليوم فاشمت هو تتعدم شكون كاعدبوه ماشي بوليزاريو ماشي ليهود خوته المغربة خوته المغربة اللي في المغرب كاعدبوه فبعدد المشاكل والحقرة اللي شعرت لها ملحان ويحقدوا ويعتبروا بلا أن المالك هو المسؤول عن كل هذه الأشياء اللي كتوقع في هذا البلاد باعتبر أن المالك شفار وعطي الحصانة لشفارة بشيصرق الشعب وديما في أي لايف كينتاقد نظام الحاكم ويعتبرون نظام فاسد ما كيحمي الشعب ويعطي حقه ومن هنا بغيت نقول بللي أي واحد طاحف نفس الموقف غدي ياخد نفس النظرة على النظام حيش إلا جيجي تشوف كتلقى بزاف دلوزارات مستوليين على ملايين اللي يكتراش وكيدخلوا في النزاعات مع الجماعة وفي الآخر كيربح صاحب النفوذ الدعوة ومن هنا بغيت نختم كلامي أن محمد بودوح غير نسخة من ملايين نسخ لساكشين لحقهم وتحيير نيضال يلي الأحرار والله يطلق سراحه اشتركوا في القناة